انظروا لملك الجديد سايمون عجوز ها ماذا لو لم يكن لدي تلك اللحية ماذا لو اصبح بنت كيف سيصبح شكله تابعوا المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اصدقاء في مقطع جديد على قناتكم داركتون قبل البيت كما ترون هنا ارجعتوا صورة القديمة انتم الان صوتوا واحد نترك الصورة القديمة اثنان الصورة الجديدة افضل والصورة التي تحصل على كثير من التصويتات سوف اجعلها للقناة اما في هذا المقطع فسوف نرى بعض الشخصيات الكعتونية المفضلة لديكم كيف سيكون شكلها لو كانت بنت هل ستكون جميلة ام بشعة اذا فقد قمت انا الفنان الدارك فينشية بجعل بعض الشخصيات فتيات عن طريق برنامج الفوتوشوب غيرت بعض الاشياء واضفت اشياء اخرى كالميكاب والعيون والشفاء المهم اذا كنت جديدا اشترك في القناة وفعل زر التنبيه ولا تنسى وضع اللايك تشجيعا للمواصلة ولنبدأ اولا لدينا شفي حبار متقلب المزاج عاشق الفن والرسم والموسيقى كاره المخلوق الاسفنجي والبسيطي له خيال كبير فيما يخص مستقبله اذا ماذا لو اصبح شفي بنت كيف ستكون حلوة جميلة مرة بشعة سيكون فتاة جذابة ام بعادة لنرى ذلك والدشيط تبدو بشعة بالنسبة لي تبدو كامرأة بشعة متزوجة في الثلاثين وتحاول ان تتزين ويبدو انها متحاكمة في زوجها نظرتها لا تحيب الخير شفي والتنورة ونختار اسما لها بما ان اسمها شفي لماذا لا نسميها شفي ثاني لدينا كريغ ويليام صبي امريكي من اصل افريقي يبلغ من العمر تسع سنوات ويعيش مع والديه وشقيقته الصغرى جيسيكا وشقيقه الاكبر بيرنارد انه افضل اصدقاء مع كيلسي وجي بي وكلهم يتسكعوا معه كثيرا اذا لماذا لا نراه على شكل فتاة لنرى كم هو جميل ام كم هو بشع فالفتاة السوداء ايضا لها سحرها وجمالها الخاص لنرى وووو طلع حلو يا كريغ وتلك العيون الزرقى والصمرة يا صديقي ولا احد يخبرنا عن الشامة هنا يا اخي نسخة الفتاتية من كريغ بالجنن اذا نقوم باختيار اسم لها ليكون كريغ اسم غريب واي شخص يريد رقمها ليس لكي ازوجها له ثالثا لدينا ستيفن يونيفورس الفتى الصغير ذو القوى السحرية الولد المدلل الذي يعشق المغامرات وايضا امرأة عملاقة امرأة عملاقة ستيفن هو كائن فارد للغاية مع قوى فطرية تتجاوز كل من البشر والاحجر الكريمة الطبيعية ستيفن بالرغم انه ولد لكنه جميل ماذا لو اصبح فتاة ما رأيك يا استاذة فيماذا هل تعتقدنا ان ستيفن بشكل فتاة سيكون جميل انا اظن ذلك يب يب جميل اكيد اجمل منك ماذا اذا لنرى يا استاذة طلع اجمل منك بكثير نعم انا ارى ذلك ماذا يبدو كفتاة المدللة عند اهلها وهذا سبب وزنها الزائد كما قلوه بالجزائرية عنها لطي وتلك العيون والشعر اخذته من والده جريك عندما كان في شبابه كان يمتلكه مثل هذا الشعر المهم نخترر اسم له اولها هو ستيفانو رابعا لدينا جيف الان تيم مع كلانس وصمو دائما هو ملتسق بهما لكنهم منظم ولا يحب الاشياء المقربة وهو نظيف واكثر ما يجذب الانتباه فيه هو رأسه المربع ماذا ذو الزوائق القائمة المتساوية داركو انت تعرف الرياضيات بالتأكيد انا النسخة الثانية من اينشتاين ماذا الرياضيات إذن لماذا لنراه في شكله الأنثوي كيف يبدو لقد اختلف كليا وأصبح أكثر جاذبية لو كانت عندنا الاختربة منذ زمن وتشجر عليها الخطابة من كل مكان وتسمعهم يقولون نختار اسما لها بما أنه جيف نقول وكما قلت لكم يبدأ الخطابة يو ناديون باسمها ويقولون المهم قد أصبح جيفة تشبه شخصية ما قد رأيتها من قبل لكنني لا أعرف أين أخبروني في التعليقات تشبه من جفه خامسة لدينا بسيط الخوخي صديق سبونجي المصفر نجمة ناطقة وغبية تعيش تحت سخرة لا يثقه قولا لا يثقه شيئا لديه وزن زائد بلا فائدة يعيش بدون هدف إذن قررنا أن نجعله فتاة لا ربما يصبح لديه هدف آخر في حياته مثل الزواج إذن لنراه على شكل فتاة بسيط يناسبك أكثر لو كنت بنت حلوة زيهك لهجتي تغيرت المهم يبدو رائعا بهذا المظهر انظروا للميكاب سيقل أحدكم أوه إنه تحت الماء وكيف له أن يضع الميكاب يا صديقي هذا المنطق الغابي سنصبح مثلهم نقوم بعمله في حلقاتنا أيضا وأيضا قمت بتسميم هذا الزي لها لكي لا تصبح وفي الأخير نختار اسم لها لتصبح بسيطة أليست كيوت؟ سادسا لدينا تايلر من الهوات المبتدئون قائد الفريق واله القدرة على قراءة الأفكار والانتقال آنيا ولكنه ليستطيع التحكم بها جيدا صاحبنا صاحب الشعر الأصفر وعند تحوله يصبح أزرقا هذا أيضا تريد تحويله إلى فتاة؟ نعم لكنه هكذا يبدو كفتاة هل أنت معوقة من عينك أم ماذا؟ كيف يبدو كفتاة؟ هو واسم فقط أسنا نحوله لكي نرى كيف يبدو تحويل واو أصبح أجمل مني أصبحت 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 أجمل مني حقا أجل بالتأكيد في المحول هنا أمامك دارك فينشي يو هل تستطيع أن تجعلني هكذا؟ بالتأكيد أستطيع تحويلك إلى فتاة هاي هل أبدو لك رجلا؟ أوه شيت لقد خلقت بينك وبين الرجال تبا لك يا دارك إذن أصبحت فتاة جذابة رائعة وحلوة وإذن نريد اسمني له تايلر إذن كيف نسميها؟ تيليرا هاي يبدو جيدا سابعا لدينا بينتن وليس بينتن العادي الجميل بل بينتن ريبوت المزعج الجميل لا يفون البرنامج جميل مضحك رائع أو سخيف ما يهم إلى الآن أننا سنحوله إلى العالم النسائي العالم الذي يعشقه صانجي بما أنكم تكرهون هذا البين إذن سنجعله أميرة من الأميرات أو بابيشة من البابيشات اللوتي يعشقنا سنابشات وشات مع الشيت حوله الآن يو مابويز أصبح كما كنت أريد فقط قمت بتغييره جذريا من الوجه وإضافة الشعر الطويلة الرطب الذي تحلم به أي فتاة وإذا كان لديك شعر مجاعد لست هذه المشكلة فقط يمكنكم عمله بهذا الشكل مثل مايكل جاكسون وشت يا دارك عن ماذا أتحدث أحسست نفسي ما كان أم وليد المهم أصبح كالفتيات اللوتية أبي أرد آيفون الخمسين بالتأكيد يا بنيتي أبي أرد الخثيرة من الملابس بالتأكيد يا بنيتي أبي لنسافر إلى هنا وإلى هنا بالتأكيد يا بنيتي المهم حياة رفاهية ثامنا لدينا العم جد وعم الجميع العالم الغريب الذي لا يجد فيه أي شيء منطقي إذا أردت حياة الشليك فادخل في هذا العالم الذي لن تملى منه أبدا ستجد العم جد في أي زاوية منه ويخرج لك في أي لحظة تراه في حافلته سباق الغير تراه خارجها سباق الغير وتراه يدرس وتراه وتراه إذن نرجحه فتاة ونرى كيف سيصبح جد مثله لا أدري ماذا أقول لكنه أصبح بشعا مبعششا من البشع لا يشبه أي شيء من الجيد أنه رجل لكن بشكله هذا لا أظن أن له مستقبل ذلك الشعر أخذته من العم الجد ينسب وهي أكثر بكثير الشيء الذي جعله بشع هو شكل رأسه المعوق الذي كيف هو مصمم وتلك الشيء فذكرتني بابنتي البيغ مام آه إذن هنا نستنتج بما أنه أصبح يشبه ابنة البيغ مام يعني أنه أحد أبنائها والآن لنختار اسم للعم جد بشكله الفتاة آه لنسميها جودي رائع تاسعة لدينا ريك سانشيز عالم مدمن على الكحول وجد مورتي عالم مخترع مجنون بمعنى الكلمة يسافر في أي مكان أو عالم أو مجرى أو كوكب أو إلى أي شيء المهم يسافر عبر الزمن ويأخذ حفيده معه ريك 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 شخصية عجوزة يعني بهذا الشكل نحويله إلى فتر يعني عجوز ويتحور إلى عجوزة آه يا 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 كيف سيصبح يعني لنرى أوه شيت أصبح عجوز شمطة مزوقة روحها والدهر هناك نساء لا ينسبهم الميكوب وعندما لا ينسبهم يصبحون بهذا الشكل شكل ريك هذا هو الاسم الذي اخترته لهم ريك العجوزة وأخيرا لدينا ملك الجليدي سايمون عاشق النساء أو نقول زير النساء الذي يخطف الأميرات اليوم سنجعلك أميرة ونجعلك تشعر بما تشعر به الأميرات الساحر الجليدي الأحمق يو الآن نجعله أميرة حوله يا دارك حول حول ما الذي فعلته لي لقد أرجعتك إلى أميرة يا إلهي أرجعني كما كنت من قبل عش مثل الأميرات يا سايمون كفاك عبث معي وأرجعني أبدا سوف يأتيك ملك جليد آخر ويخطفوك يا سايمون هذا أصخر مني سوف ترك جميع الأميرات بهذا الشكل وسوف يحبونك ويجعلونك صديقة لهم يا سايمون حقا نعم إذن هذا جيد وأنا أقبل نفسي أميرة يلاه من أحمق وكانت هذه الشخصيات التي قمت بتحويلها إلى فتيات سأسمع البعض يقولون لي يا لك من أحمق لماذا تطيح بقيمة الشخصيات الرجالية يا هذه محظو شخصية كارتونية لا أحد يهتم إذا كانت ولد أم بنتا وأنا حقا لا أهتم لهذه التعليقات المهم أنه فيديو لاستمتاع فقط وأنه شيء جديد ربما وأتمنى أنه نالى إعجابكم يا رفاق ويا أحبائي وإلى هنا نكونوا قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أتمنى أنها نالت إعجابكم شاركوها في كل مكان في البيت في مدرسة في الدكان أي أن كان المهم فجر زر الاشتراك يا إخوان كان هذا كل شيء كان معكم أخوكم تاركوها عبدو مع السلامة اشتركوا في القناة